السلام عليكم ورحب حضراتكم مشاهدين الكرام في الحياة الآن هنتابع فيه مع حضراتكم أهم الأخبار المحلية والعربية والدولية ونبدأها مع حضراتكم من تطورات استطلاع رأي موقع روسيا اليوم حول حلايب حيث حذفت إدارة موقع روسيا اليوم الإخباري استطلاعها للرأي عن تبعيات مثلث حلايب المصري واعتذرت عن الاستطلاع وما تسبب فيه من تشكيك في وحدة الأراضي المصرية وعبر روسيا اليوم في بيان توضيحي عن أسفه لما سببه استطلاع الرأي الذي نشره حول تبعيات مثلث حلايب المصري قائلا تأسف إدارة روسيا اليوم RT لما سببه هذا الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصري فإنها توضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر ولا التشكيك في وحدة أراضيها وجاء الحذف عاقب اتصالات مكثفة أجرتها الهيئة العامة للاستعلامات فور نشر الاستطلاع مع مسؤول روسيا اليوم في موسكو والقاهرة ومع شخصيات وجهات روسية مسؤولة حريصة على سلامة العلاقات المصرية الروسية هذا وقد أوضحت هيئة الاستعلامات للجانب الروسي خطورة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية وأنها تستهدف في حقيقتها الوقيعة بين الشعبين المصري والروسي والإساءة لمشاعر الشعب المصري في قضية تتعلق بوحدة الأراضي المصرية والسيادة الوطنية عليها